كيف تحول الحجاب الى عورة في ايران لماذا اصبح رمز للثورة وهذا صحيح انه رمز للإسلام هل الحجاب فرضه الله هل كانت ترتديه النساء على امتداد التاريخ الاسلامي لماذا لم يكن منتشرا منذ سبعين عاما كيف اصبح رمزا للإسلاميين كيف اقنعوا النساء في العالم السني والشيعي بارتداؤهم كيف اقنعوهم بانه هو الاسلام نفسه كيف تحول في ايران الى عورة ورمز للثورة ضد حكم رجال الدين هل سيكون الحجاب رمز نهايتهم هل سيكون نهاية للإسلام السياسي في العالم اهلا بكم في حوارات شعيب لا يجاوب على سنة النهاردة الأستاذ منصور الناصر وهو شاعر واعلامي ومفكر عراقي مقيم في هولندا منذ 2008 صدرت له مجموعات شعرية ومتخصص في قضايا الفلسفة ويزر له قريبا كتاب بعنوان أوهام الدين اهلا بك صديقي الكبير منصور الناصر بشرفني ومنورني اهلا وسهلا اهلا بك صديقي واتشرف بحضوري في قناتك وفي مواضعك الشيقة والمهمة جدا والتي تؤشر تؤشر لقضايا الأساسية التي تشغل بال الإنسان العربي عموما احنا سؤالنا كبير النهاردة سؤال منصور الحجاب كان رمزا بصعود الإسلام السياسي وسيطرته على البجال العام في البلاد الشرق الأوسط عموما وفي البلاد الانتخاب العربية هل الحجاب سيكون رمزا لانتهاء الإسلام السياسي لا السؤال الكبير نعم هو هذا السؤال متشعب جدا بصراحة لكن هو أنا رأيي هو هذا دائما أنه الحجاب اللي كان هو رمز لصعود هذا الإسلام السياسي والإسلام عموما كدين كخطاب ديني فهذا الرمز بدأ يتهاوى لأنه اكتشفت الناس أن مسألة ارتداء الحجاب ليست مسألة تتعلق بالأخلاق كما هو المتعارف عليه إنما هو في الحقيقة كما تبينه بشكل واضح هو مجرد رمز لسلطة الإسلاميين على الناس من جهة وأيضا إشغال الناس بقضايا سطحية ولا تتعلق بقضاياهم الأساسية أيضا قضية أخرى مهمة جدا هو هذا التكرار المهين بأن المرأة عورة وأن هذا الحجاب هو الحل الوحيد للستر هذه العورة هذا جعل الحجاب بالنهاية هو يشكل بحل ذاته وعورة يصبح الحجاب نفسه عورة وليس المرأة هي العورة وهذا يعني على الأقل أقوله بالنسبة للشعب الإيراني وأتوقع أن الحجاب سيأخذ هذا المعنى مستقبلا مع كل هنا جاء اللاحظ أكو تدني كبير جدا في حجم الإقبال على الحجاب وأيضا هناك حركة مستمرة للتراجع عن هذا الحجاب معنى معاني هنا انقلب الرمز مدلول الرمز الذي رفعه الإسلاميون حجاب شعارا صار الحجاب هو العورة وليس المرأة وفقد طبعا للمفهوم الإنساني وليس المفهوم الدين ولا بد أن ننتبه لأن المفهوم الإنساني الآن هو المتغلب وهو المسيطر على الواقع نحن نعرف يعني الحجاب كان جزء من ثقافة الثعوب قديمة وهذه الثقاف هذه الشعوب في لحظة وضعت وضع نص ديني بالصدفة على أن هذا الحجاب مسألة دينية مقدسة لكن بالعصر الحديث كما نعرف قاسم أمين بدأ هذه الحركة يعني ألف وثلان يعني قبل ما نروح لقاسم أمين وكده هل تاريخيا في الشعوب أو لدى المسلمين في الشعوب اللي في المنطقة الشرق الأوسط بالمعنى الواسع بما فيها إيران هل كان يرتدوا الحجاب كثقافة بتاعة الشعوب دية ولا كرمز ديني يعني تاريخيا كان الموضوع فين قبل ظهور الإسلاميين هو نضع تاريخيا لم يكن الحجاب رمزا دينيا على الإطلاق كان إلى علاقة بمسألة طبقية بين الشعوب والمسألة حتى وضح لك بدقة أنه حجة الإسلاميين كانوا يقولون بأنه عبد بها من البداية كنظرة تاريخية الإسلاميين كانوا يقولون بأنه المجتمع مخترق أخلاقيا وأنه هناك جهات أرسدة أخلاق هذا المجتمع وبالتالي الحلمة لتوم العودة للدين الصحيح الخير كله في هذه العودة أي أن علينا أن نتخلص المنظوم الوطن والمواطنة هذا باعتبارها مستورد من الغرب الكافر والعودة إلى مفهوم الإسلام المسلم يعني تكون مسلم صالح ولا تكون مواطن صالح هذا بعد ربع قرر من اللحظ على الحجاب صار شعار على التمرد كما قلت لكن هنا أراجع التاريخ وأسأل السؤال التاريخي ما علاقة الحجاب بالتاريخ التاريخيا أول من وضع الحجاب كقضية أساسية هم الإمبراطورية الآشورية الإمبراطورية آشورية يعني بحدود ألف قبل ميلاد كانت مسألة مهمة جدا ما هي المسألة أنه هناك نساء أولئك النساء كانت يخرجنا إلى المدينة وكانت مشكلة في عدم التمييز بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة فوضعوا الحجاب للتمييز بين المتزوجة عن غير المتزوجة يعني المتزوجة هي اللي تلبس الحجاب لماذا حتى سؤالي هل المتزوجة هي اللي تلبس الحجاب والسؤال أيضا دائما يقولون هذا الشيء قدما يتحدثون عن الحجاب وضرورة الحجاب وتاريخية الحجاب لكن لا يشيرون إلى السبب ظهور هذه في تجزي التاريخ اللي تناولته هل الحجاب للمتزوجة ولا للي مش متزوجة المتزوجة فقط متزوجة فقط وسبب السبب شنو حتى نعرف السبب الانتروبولوجي إذا صح التسمية السبب أنه كانت الشعوب جماعات متفرقة وقرى صغيرة هذه القرى الصغيرة كان الناس واحد يقرف الثاني ويقرفون هذه المرأة بنت فلان وهذه زوجة فلان وما إلى ذلك لكن عندما بدأت الشعوب وصارت الامبراطوريات المدن بدأت يعني فيها عدد سكان كبير بحيث الناس ما تعرف بعضها البعض تصار من الضروري معرفة من هي المرأة المتزوجة عن غير متزوجة لماذا؟ هنا سؤال لأن المرأة متزوجة ربما تكون حامل فأنت يجب أن تحافظ على هذه المرأة وتحافظ عليها من كل الأخطار أما غير متزوجة فمو مشكلة خلي تحرشهم بها لأنه لكن ثقافة الشعوب دية ما كانتش تنشغل بأن المفروض الرجل المتزوج يتعرف من الغير متزوج لا ما في مشكلة لأنه الرجل ما يحتاج وحد يأرف لأنه رجل فمش حامل يعني ما في بطن طفل حتى تحافظ حتى حتى أضرب مثال أضرب مثال واضح في يترب هذه القضية انتشرت وين حتى الامبراطوري الرومانية كانت ظاهرة الحجاب منتشرة لماذا؟ أيضا لأن هناك كانت مدن بها عدد كبير من السكان هذي ولاحظ أنه المهاجرين قدما نزلت آية الحجاب الناس في يترب يعني طبعا مناسبة الناس لا تقرف يترب يعني هو قبل ما نروح ليسرب وللإسلام يعني معنى كلامك أنه كان الحجاب موجود في ثقافات الشعوب القديمة السابقة على الإسلام الرومان والفرس والأشوريين والسريانيين يعني دي كانت ثقافة منتشرة بس هو كان الهدف ليس هدفا دينيا إنما هدف للتمييز بين المتزوجة غير المتزوجة عندما مدينة يترب نحن أكو مسألة الناس كثيرين ما يأرفونها إنه مدينة يترب مو مدينة مجموعة مدن هذا الشيء الناس قلة من الناس يأرفون هذه الحقيقة يترب ليست واحدة بها مدينة واحدة أسماء يترب مجموعة مدن كلها يسمونها يترب بالتالي عندما هاجر محمد لا أعرف من أين هاجر من مكة كما هو الرواية المعروفة أنا أشكك بهذا الموضوع وهاي عدي نظرية بها بعدين أشرحها في قناتي المهم عندما هاجر المكة مدينة صغيرة عدد السكان بها قليل وواحد يأرف الثاني فما يحتاجون يضعون أي إزار أو أي شيء للتمييز بين مرأة والرجل عندما المهاجرين ذهبوا لا يترب لاحظوا أنه الياثربيين يرتدون الحجاب المتزوجة لأنهم يعني هناك أسواق مشتركة بين القبائل أو المدن المتنوعة لواحد يترب وحد يترب بها بني النجار اللي هم جانب بني قريضة اللي هم جانب وهكذا أربع خمس مدن في منطقة واحدة تسمى يترب فبنات مسوق مشتركة وهذا هنا تختلط الناس لا تتعرف بعضها فبالتالي يجب التمييز بين المرأة والرجل بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة البعض يقول هاي مسألة طبقية لا هي أبعد من هذا أكثر يعني يقولون هاي مسألة عنصرية يكون بعض بعض التنويرين يتحدثون أنها مسألة عنصرية صرف تميز بين المرأة الحرة وغير الحرة لا بالحقيقة أبعد من هذا وهي أن هناك مشكلة بالمدن كثيفة السكان يجب تفريق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة وإلا اختلطت الأنساب وصالت مشاكل المرويات بتقول أنه في الحالة الإسلامية كان التمييز ما بين العبدة والحرة عبدة صحيح صحيح والعبدة والحرة الجارية الجارية أو الإحرار النساء المؤمنين كانوا في مكة المعروف أنه كل الجزيرة العربية مكة وغيرها الناس كانت نصف عرات يعني هذا الحياة العادية أنه كل واحد يرتدي بس وزرة يسموها على الحوض يعني يستر العورة فقط نساء ورجال هاي مسألة حتى أكو آثار وجدوها لمشاهد ناس يرقصون ويتحركون نصف عرات رجالا ونساء راحوا دول المهاجر يمكة فما يقرفون هذا القضية اكتشفوا بعد ذلك أنه هاي الطريقة كان الناس يتبعوها في التفريق بين المتزوجة غير المتزوجة نزلت آية بالموضوع وابتلينها بها احنا المسلمين ابتلوا بها صارت قضية قضية فلسطين الحقاب كان لتمييز ما بين المرأة الحرة والقارية القارية يعني العبدة لا القارية أيضا مش العبدة يعني العبدة يعني كل كان أبار أملاك حتى المرأة الحرة هي ملك للرجل فبالتالي هذه المرأة سواء كان الجارية أو غير جارية ملك لرجلها أو حتى لأبوها الحقاب كلمين الحقاب كان للمتزوجات في الحالة الإسلامية كان للمتزوجات ولا كان للأحرار لأدنى أن يعرفنا قل لأزواجك وكذا الآية معروفة لذلك أدنى أن يعرفنا يعني الآية صريحة وواضحة جدا الهدف من الآية والحجاب بعد ذلك تطور الموضوع صار أنه الرسول أدى مشكلة بأنه رفق الحجاب كستارة بينه وبين الآخرين يعني هذا النقاش الفقه نحن لا نريد ندخل به لأنه أجل مع بعض طيب أثناء الإمبراطورية الاستعمارية العربية الأولى هل كان في الستات كانت بتلتزم بهذا الحجاب ولا كان كل شعبه صخفته بيعمل الزياد لا موجود أضرب لك مثال أنت الآن في مصر في القرى والأرياف الصغيرة الدليل على كلامي حتى مو أروح إلى 1500 سنة يعني مضت لا قبل 50 سنة القرى الصغيرة النساء ما يرتدن الحجاب وحتى ده يرتدن في شيء مثل الشال أو يسموها بالإراق وزراء أو شيء بسيط يعني العلاقة بالعرف وليس بالدين يعني إذن قبل يعني قبل ظهور الإسلاميين يعني كان الزي بتاع الستات مرتبط بالثقافة اللي منتشر وقتها طبعا والحجاب ما كان موجود حتى بالقرى وأنا أنا من قفولتي وحتى بالسبعينات كانت أشوف النساء بالسوق يطلع عن صدرهم ويرضع عن أطفالهم عاجب طبيعي جدا وحتى في الحفلات وكأنه أمر طبيعي ما كان أكوأي مشكلة يعني تطلع عارية تطلع صدرها وترضع عمام الناس كلهم وهذا يعني يعني هذه المسألة أعتقد كثيرين يتذكروها يا يا طيب والبرقع يعني إحنا في مصر كان عندنا حاجة اسمها البرقع في المنتشر في المدن وفي بعض المراطي الريفية ده تعبير تعبير عن توجه ديني ولا كان تعبير عن ثقافة ثقافة ملبس صعيتها هو نرجع على مسألة خطيرة هي مهمة إنه أيضا الدين وهي أقوى أهداف وأقوى أغراض للدين الدين ما هو هدفه هدفه السيطرة على الناس والتحكم بأمورهم هذه العملية كانت متوفرة عن طريق فرض الحجاب مثلا الصلوات الفرائض أداء مهمات دينية وعبادات يعني متأبنة وعلمة هذه كلها يعني شون تروض تروض العبد المؤمن حسب التعبير الديني وتخلي متوجها إلى الله جل وعلا ويتجرد من ذاته ويعتبر نفسه أماره بالسوء ويجب القضاء على هذا النفس الشيطانية لما فيه مصلحة الله ووجه الله وما على ذلك سؤالك شلو بالضبط كان عن أنا سعيدي كان البرقة البرقة في مصر وأيضا كان أن البوشي البوشية أيضا بالعراق كانت كان هذا البرقة يوضع من النساء من طبق الراقية يعني لا تجد النساء الريفيات يضع عن البرقة أو البوشي إلا المطبقة الراقية اللي بنت الأصول أو بنت الشيخ أو بنت الإمام وما إلى ذلك لكن الناس العاديين ما أتهم هذا الشي يعني يلبسون هاي الطرحة يشو سموها طرحة الطرحة بمصر يعني ما كانت هي مو حجاب الحجاب لا وجود له يعني معنى الموجود الحالي الذي جاء به الإسلاميون لا لا وجود له على الإطلاق البرقة والطرحة والأشكال اللي بس دي كانت برضو مرتبطة بالأخلاق يعني هي مش مرتبطة بالدين هل كانت مرتبطة بالأخلاق لا يعني كان موضوع غير غير مفحوص وغير مدقق حتى لو تترجع الآن محمد عبدالسا عندي مقولة إلي نشرها يعني هو توفى سنة 1905 قال كتب موضوع خاص اسمه حجاب النساء من الجهة الدينية هذا عنوان قال ماذا قال اقرأت فيها لو أن في الشريعة الإسلامية نصوصا تقضي بالحجاب بين قوسين النقاب على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين لو وجب علي اجتناب البحث فيه ولما كتبت حرفا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الأمر لأن الأوامر إلهية يجب الإدعان لها بدون بعث ولا مناقشة معنى هذا يقول أنا أناقش هذا الموضوع لأنه لا وجود له في النصوص في النصوص الإسلامي ولو وجد لما جعلته موضوع أن أناقشه أمام الناس الآن كمان حظهم يعني قالوا الملكية الدستورية هي الحل طلعوا جماعة الأخوان من جهة وأيضا جماعة الشيعة من جهة أخرى الأصوليين استعاروا هذا النموذج من العالم الغربي العالم الغربي الأصولية بمناسبة الأصولية هي حركة غربية أيضا قلتها حسن البنة والأخوان هذه وشة نظري عندما أجوا القوميين والضباط قالوا الملكية الدستورية لها علاقة بالاستعمار وما على ذلك في الشهل هذا النموذج أجوا الضباط في انقلابات صارت في كل الدول العربية أغلبها أجوا قدموا نموذجهم قالوا أنه هنا ثورة وثورة ويجب التغيير وما على ذلك والناس جربتهم وكما نعرف عبد الناصر خسر خمس حروب صدام جميع حروب الكل خسروا حروبهم جميعا الناس ملت يعني بعد النكسة حزيران خاصة أو هي هزيمة حزيران لكل الشعوب العربية سقطت فإجا النموذج القومي الذي أيضا هو مستورد من العالم من أيام بسمارت الألماني القومية الجرمانية وما على ذلك أيضا مستورد هذا النموذج أيضا فشل فشل النموذج اليساري طبعا هو النموذج القومي سوى لبهارات بهارات قومي على يساري على اشتراكي خلطولة خلطة على إسلامي كمان على إسلامي يعني إخواني إسلامي فصار خلطة يعني خلطة بيطة بالنهاية هذا النموذج الإسلامي أو النموذج القومي فشل وانهار تماما وما كان هناك أمام الناس إلا الخيار الإسلامي وتم الترويج لهذا الخيار الإسلامي بدعم أمريكي معروف واتفاق يعني بين الحكام العرب والكبار يعني أهم السعودية يعني معروفها يعني ليست أسرار تمام بس أنا يعني أنا أنا هرجعك تاني للنقطة دي بس الإسلاميين يعني الإخوان لما بتدوا يقولوا عايزين يطبق الشريعة وعايزين نعم من سنة 24 يعني 1724 قرن اللي فات الإخوان ورجال الدين ما كانوش يتكلموا عن الحجاب وقتها وقتها كانوا يأخذوا صور ومشروح عنجبات إيه هو السبب وقتها بإنهم ما كانوش شايفين إن الحجاب من الإسلام آه نعم المشكلة ليش هي قلت لك إنهم هدول الكل جربوا حظهم الملكية دي سوريا جربوا حظها القوميين اليساريين كلهم جربوا وفشلوا لماذا؟ لأنهم استوردوا حلول من خارج المجتمع ولم بعد ذلك هؤلاء أجوا الإسلاميين وكان ما كانت في بالهم مسألة الحجاب كانوا في بالهم أنه تطليق الشريعة آه ليه بقى ما كانش في بالهم الحجاب هو دسوء المسألة الحجاب أشتغلوا ماذا؟ أشتغلوا على ماذا؟ أشتغلوا على أنه نحن نسو تغيير بالمجتمع قدما أجوا ويردون يقدمون برنامجهم للتغيير ماذا وجدوا؟ لم يجدوا يعني النموذج الإسلام ما يقدم لك حلول لا يقدم لك أسس بالتربية الحديثة لا يقدم لك ما يقدم لك الفكرة يعني تخيل احنا شعوبنا لحدنا مو أدنى دول ما أدنى نظرية دولة خيال ما أدنى نظام تمام بس هنا سؤالي هو الإسلاميين اللي ظهروا في مصر على سبيل المثال وأكيد فيه إسلاميين ظهروا في العراق في الوقت دا ليه ما كانوش شايفين الحجاب من الإسلام والمصررين عليهم في الوقت دا ليه ما كانوش مصررين عليهم كان نوع من الحل لأنه هذا الحل أنا سمي تجسد الفشل بأنه ما أدنى مشروع سياسي هو تجسد الحجاب كان تعبير عن فشل في إيجاد حلول للمجتمعات ومشاكلها والتخلف المستمر الذي كانت فكان الحجاب مسألة مظهرية شكلية تساعدهم على السيطرة على الناس دا الكلام دا في السبعينات وبدأوا ما زال لحد هاي اللحظة أنا معاك طبعا بس هم لما ظهروا ما كانش الحجاب من الإسلام كان مثلا اللحية فبدأوا يركزون على هاي المظاهر لكنهم يعني اكتشفوا أنهم ما يقدروني إراج التراث يعني يقول لك أنا إسلام هو الحل أوكي ما يخالف أنا اتفق أنا نقطة اللي شغلان هو هذا هذا قصد هم لما ظهروا ما كانش الحجاب من الإسلام اي اكتشفوا مع الوقت شيئا فشيئا أنهم فاشلين في كل كان العجاب بعد ذلك كان نوع من الحل وهروب من تقديم حل ومشروع سياسي لشعوبنا سياسي ناجح فكان الحجاب والمظاهر الشكلية منها أيضا مو بس الحجاب اللحية الدشلاش القصيرة الأشياء أخرى يعني بدأوا يتحدثون عن تفاصيل تافهة وثانوية لماذا؟ لأنهم أدى فشل فكري أولا ما قدموا أي قراءة جديدة التراث تخيل أنهم ما قدموا يعني تخيل شعوب على مدى 1500 سنة ما قدموا إلا أربع فقهاء فقط خمسة تقول يعني خمسة تخيل من ألف سنة ماكو ماكو مذهب ديني جديد كلهم أربع مذهب أو خمسة وما زالنا وقفين عليهم تخيل هذا الدين يعتبروه عظيم وكبير لم عجزت الأمم بالملايين على مدى ألف سنة أن تأتي بمذهب جديد واحد فبالتالي هذا يعني أنا أقول أقول لك مقارنة روح على البروتستانتية الآن في أمريكا يوميا أتوا مذهب جديد يوميا طال إن كنيسة يوميا مذهب جديد وفقه ويعني حقل برانش كامل فبالتالي أنت عندما تيجي أكون هذا الفشل أنا سميت الفشل الإسلامي الفكري والديني هناك فشل أيضا إخلاقي أنه أنت ما أجل يعني هما لما رحوا للحجاب في السبعينات وكده هما مفشلوش هما مكانوش لسه حاكموا عشان يفشلوا لا هما منذ ظهورهم في أواخر السبعينات وأوالي التامينات وهم طرحين الحجاب كرمز ديني وأنه هما الحل وأنه مصروعهم هو الحل هما مكانوش لسه فشلوا لا هو كان كان بالبداية بالبداية هو يعني اتجاه ضمن التوجهات الأخرى يعني ضمن الباكيت مالتهم أنه هذا الحجاب والتزام الأخلاقي والإداء الفرائض وكذا وكذا عندما فشلت كل القضايا الحقيقية الرئيسية الكلية بقى بس الحجاب وكم شغلة صغيرة فركزوا عليها يعني هاي بالسبعينات كما تقول استمروا على هذا الموضوع وكان محاول يعني قالوا النساء يرتدن الحجاب بأي طريقة كانت وكان حتى أكون واحد مشهور بالإخوان كان هو قال دفعنا فلوس كثيرة لعم عصام الأريان عصام الأريان أذكر عده فيديو فهو الاستمر الحجاب كان ضمن المشروع الإسلامي للإخوان وضمن المشروع التغلغ بالمسائل التربية والمدارس والسيطرة على هل داوت كان موجود كمان في الإعراء وفي إراء هو حزب الدعوة شنو هو حزب الدعوة هو حزب الدعوة نسخة نسخة الإخوان الشيئية خميني نفسه خميني شنو حركته وأصلا نسخة الإخوان الشيئية هم كلهم متصولين من نفس القالب وحتى أكو تعاون في مبناتهم وأكو تآمر في مبناتهم إنبارح إذا شبهت أكوها لحتى عدنان إبراهيم إنبارح قال هناك مؤامرة إسلامية الشيئية سنية وقالضاه واحد من أتهم من الان عدنان إبراهيم إنبارح ستطلع حلقة تتحدث بها عن القالضاه وتحدث حديث مرعب أنا رأى خليث مختصرات ورح أطلع حلقة عن الموضوع لأن جدا حديث خطير جدا كان المهم المهم الفكرة إنه هؤلاء تحالفوا فيما بينهم على هيمن على هاي الشحوب وكان الشعار الرئيسي الذي تمخض في النهاية هم سواوا انقلابات سواوا اختيالات عملوا دخلوا في المنظومات التعليم سيطروا على المجتمع دخلوا في عالم الاقتصاد تآمروا عشرات الطرق لكن بالنتيجة ما قدموا شيء حقيقي تمام هم لما لما ظهروك يعني زي منت على حسب كلامك ظهروك رد فعل على هزيمة القوميين فشل المشروع القومي في المنطقة وفشل الحكام اللي قم بعد رحيل الاستعبار وكذا وكذا لا 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 هما هاي التجارب قصد هي فشلة لكن هما موجودين كانوا أصلا عندما أجوا كان أكو فراغ استراتيجي داخل وجدان الناس وكان أكو نوء من اليأس داخل الناس فما كان أكو حل أمامهم غير أنه يلتجون الاسلام وهؤلاء وجدوا صار الالقلاب أو التورة الإيرانية صار هناك نوء من الدعم للإخوان وللحركات السلفية الدينية المتطرفة وصار تمويل عالمي ودخلوا يعني بعولهم يعني الشعب العربي تم بيعه للإسلام بيعه يعني بيعه مفتوح يعني طب هو ليه الإسلاميين بقى يعني الآن عن اللي أنت بسؤوله دوت ليه كانوا مركزين قوي مع الحجاب كده يعني كانوا ممكن يركزوا مع حاجات تانية شمال الحجاب بكل طوافهم يعني يعني بيركزين أو يعني بيركزين على الحجاب لأنه الآن أنت عدمات تمشي بالشارع يعني يمشي بالشارع في السبعينات كيف تميز انظر إلى الشارع ترى أنه هناك مظاهر علمانية حديثة مجتمع حديثة تجد مجموعة من النساء المحجبات هذه منشوف ذلك القليلات هنا مساحة سلطة رجال الدين في هذا الشارع الآن انظر إلى الشارع ماذا ترى ترى الهيمنة الحجاب منتشر في كل مكان هذا علامة صارخة على هيمنة أو اختطاف الناس اللي صالح رجال الدين والهيمنة عليهم استعبادهم وإذلالهم طبعا والإذلال جزء من الدين بالمناسبة أي سياسي أي إنسان يبحث عن سلطة يقول لك هذا كنس أنا عندي هاي الناس كلها تطيقني وتتبع عوامري وأصول الحجاب وطرق الارتداء الحجاب الصحيحة يعني عندك ملايين تحت أمرتك يعني الحجاب كان رمز سياسي ورمز للهيمنة الإسلاميين على الشعوب النطقة بالعربية وكما في إيران وعلى الإيرانيين وعلى المسلمين في كل مكان في العالم كل مكان حتى تشوف الفلبين لابسات حجاب كامل الإيران والدولة الوحيدة التي احتجت الإيرانيات احتجوا على هذا الموضوع ورغض لنقاش تفصيلي طيب هنا الإسلاميين لماذا مركزين على الحجاب كرام زل السلطة وكذا لماذا كانوا مركزين قوي على المرأة يعني المرأة نبرا واحد بالنسبة لهم هي أضعف شيء لكن المسألة المرأة لأنه شو فكرة وين هي المرأة يعني أنا عند حلقة أتحدث بها أن المرأة هي حجة الرجل أكو تحالف بين رجل الدين ومرأة غالبا بس هذا موضوع انثروبولوجي الفكرة المرأة عندما أنت سيطر عليها سيطر على الرجل عندما أنت المرأة تدعن لك وتشعر بأنها منتمية إلى الثقافة الدينية أكثر من انتمائها لزوجها ولأولادها عندك يقول لك أنا سيطرت على المجتمع بأكمله والرجل عادة الرجل لا يبحث عن رجل يبحث عن رجل قربان يضحي به في كل اتجاه بالتالي هو يبحث عن رجل عنيف عدواني شرس يتحرش بالنساء فهو يسكيطر على النساء ويحول الرجل إلى كائن وحش متوحش حتى يستخدم في حروب التي لا تنتهي عما النساء فيقرن في بيوتك وهذا يقرن ووظيفتهم التوليد الرجال العدوانيين وهذا وأيضا تلاحظ النساء دائما يربا أو لاكم على الرجول والأدوانية والخشونة وهكذا هاي المسكين اسمها اللي قتلوها قتلها مهسا مهسا لا مو مهسا تكون في مصر هاي دباحة هاي نوار 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 مهسا هاي هاي دباحة والأكوناس يتعاطفون رجال تعاطفون مع القاتل ليش لأنه هو يقول لك هذا رجل هي غلطانة لأنها مش لبسة الحجاب هاي الفكرة لأنه المبدأ أنه المرأة هي مجرد أداة لإنتاج الرجال الأدواني فأنا احتاج رجل أدواني ما احتاج رجل يعني فاهم يعني يتحدد بالفكر والثقافة والحداثة شخص محب بالنفس والغير اي لا ما بده هاي يعني بده الرجل أدواني حشن أبضاي أو فتوة منساعد طرح الإسلاميين للحجاب وزي ما قال إعصام العريان يعني أن هم كانوا مركزين في تحجيب المرأة وكذا أنت تأديرك استجابة شعوب المنطقة للحجاب الإسلامي في شكل الإخواني أو في شكل النقاب في بلد زي العراق في إيران في مصر في المغرب كانت استجابة الستات عاملة ازاي في ذلك الوقت في ذلك الوقت يعني احنا بنتكلم من حوالي 40 سنة تقريبا أو أكتر هو كان بالبداية يعني الناس ممتعظة من الحجاب لكن مع الوقت والناس بدأت تميل إلى الطرف الأقوى يعني الناس تشوفوا أنه الحجاب الإسلاميين سيطروا على مراكز التعليم دخلوا في تدعمهم الدول والحكومات أيضا فالناس تلجأ إلى الطرف الأقوى الطرف الأقوى الإسلامي يقولك أنت محجبة أعطيك امتيازات أفضل من غيرك فبالتالي الناس شيئا فشيئا يعني سياسة النفس الطويل هم خبراء بها الإسلاميين يعني لكن الآن كما أرى أنه انقلبت الآية لأنهم لم يقدموا قبل نذهب للوقت الحالي في الحالة الإيرانية يعني الإيرانيات كانت في عهد ما قبل استلاء الإسلاميين على السلطة والخوميني كانت الإيرانيات بيلبسوا الحجاب لا لا ما كان لا الإيرانيات ولا الشعوب العربية كلها خاصة في مراكز المدن يعني ما نذكر بالضبط اسمه هو هنا هنا هي القضية التي يجب نفير على موضوع إيران حتى نحك بصراحة أو بدقة أكثر قليل أشار وقالها أنا أرى تحديث صديقك مع هذا سامح سامح اللي عايش في إيران 8 سنة اللي عايش في إيران في مفارقات لابد أن نتحدث عنه وهذا سنتحدث عنها يعني أنه العلمانية كانت تم تطبيقها بقسوة شديدة جدا في ثلاثة مناطق في دولنا الإسلامية الأولى في إيران والثانية في تركيا عن طريق أتاتور وأيضا في تونس تم تطبيق العلمانية بنموذتها اللائكي الفرنسي وهذا النموذج كان الشديد الأدوانية لرجال الدين وهذا اللي صاد لكن الشعب الإيراني هنا اختلف عن بقية الشعوب الشعب الإيراني يعني الأتراك بدأوا شوية يتراجعون عن الخط لماذا؟ لأن الحكومة صارت متدينة فبدت نوء من يعني نوء من اللجوء معه يعني قضيتهم مختلفة تونس أيضا بعض الستات في تركيا رجعوا ينبسوا الحجاب تاني عشان الحكومة إسلامية عشان حكومة يعني عكس الموضوع في إيران الحكومة كانت يعني بيام أتاتور قصدي بيام قبل أردوغان كان الشعب ممنوع عليه ارتداء الحجاب فصار التمرد معاكس يعني قصدي بدأ ارتداء الحجاب نكاية بالدولة وبالسلطة في تركيا لكن عملية معاكسة في إيران بدأ عدم بدأ النزوء التمرد على الحجاب نكاية بالسلطة هل الخميني والإسلاميين من ساعة مستوضوا على الحكم وهم مقررين الحجاب ويفرضوه على الستات ولا ده تم تدرجيا يعني تم ازاي لا هو موجود قد الشيعة منذ زمن بعيد لأنه أصلا فكرة الحجاب هي على نساء بيت النبي فهم بالتالي قضيتهم الأساسية الحجاب وهم أيضا لا يزوجون بناتهم ويتم نوع من التطرف العنصري ضد الجميع ويعتبرون الآخرين كلهم عبار عن عامة ودهمة وما إلى ذلك اللي صار في إيران حتى نرجع الموضوع العلماني أنه المجتمع الإيراني كان شديد الألماني وكان ناجح يعني يختلف عن بقية الشعوب أنه الشعب الإيراني أكثر يعني أكثر يعني عنده نزع إبداعية أكثر من الآخرين هذا الشعب قدما أجأ خميني أول يوم نزل رأسا أدم خمس تلاف واحد تدري بها من اليساريين اللي حالفوه وهم كانوا سبب في انتصار قرر قرر أدم خمس تلاف يساري دفع واحد فيه سجن الرهيب يسمونه وبعد ذلك سنة الأربعة وثمانين صدر قرار بقتل أو أدم ثلاثين ألف واحد دفع واحد كان شخص الثاني منتظر يعتقد شخص الثاني في إيران بعد الخميني وبعد ذلك تم عزل هذا الرجل لكن الشعب الإيراني وان صارت القضية الشعب الإيراني كان هناك مسافة بينه وبين الفكر الديني لم يتقبل الهيمنة الدينية على حياته وعلى واقعه هذا الشيء الذي يعني نقدر نقول بأنه الإيران الآن في رأيه هي الأمل الكبير في تغيير واقع عالم العربي بإضافة إلى مصر تمام سحنا احكينا بس يعني في الأول قبل ما نوصل للوضع الحالي في إيران الإيرانيات تقبلوا الحجاب اللي تفرض من الخميني ومن الإسلاميين الاستولاء على الحكم تقبلوا ازاي في الأول يعني ما تقبل لم يتم تقبل على الإطلاق يعني من اللحظة الأولى الشعب في واجي والحكومة في واجي آخر لا ازاي يعني انت عايز تقنع ان الخميني استولاء على الحكم من غير ما يبقى عنده جماهير تؤيده بالعكس حتى الإيرانيات نفسين واليساريين والشوعيين الكل هو الحميني ما كان قائد ثورة الوحدة الثورة كانت اشترك بها الشعب الإيراني بأكمله ليست مسألة لكن الحميني اجي استولى على الموضوع وباليوم خلال أول أربعة وخمسة اصدر قرار بأدام اليساريين اللي هم ساهموا في صعود سؤالي هنا هل ما كان شلوا أي شعبي الإسلاميين ما كان شلوا أي شعبية في إيران أنا موجود ها نقول ما هو الموضوع في إيران هناك طبقة من رجال الدين موجودة بمراكزهم الدينية عملية التحجيب بدأت في هذه المناطق وهي أصلا موجودة يعني 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 مش شي جديد لكن الشعب الإيراني بقى ملتزم بالسلطات الجديدة بالنظام الجديد وعند أمل يصير نظام سياسي جيد استمر الموضوع لكن بعد ذلك ظهر بأن هؤلاء يرغبون بتديين المجتمع والتحجيب المجتمع وفرض إرادة رجال الدين على الجميع بالضبط كما حصل في العالم العربي الإسلامي لكن الإيرانيين قاوموا هذه المسألة لم يعني كانوا من القدرة والثقافة العالية بحيث يرفضون هيمنة الدين عليهم كانت جانب التقافي الإيراني الخاص شخصية إيرانية شخصية قوية لا تقبل بأن يكون الدين أو يمسح شخصية الدين تماما كما حصل في مجتمعاتنا مجتمعاتنا تسلفنت فورا تخيل الآن يعني تقبل لفكرة التسلفن وقت يعني التأصيل أو الأطالة على العكس من الإيرانيين لهذا سبق لك الأمل في الإيرانيين والإيرانيات طب أي أشكال رفض يعني رفض أسلام الخوميني لإيران يعني أشكال الرفض كانت يعني في الحجاب مثلا يعني الستان بتعمل إيه أشكال رفض الأسلام هذه عاملة إزاي أشكال كثيرة جدا يعني تشوف التلعاني أكبر استفتاء تشوف أي مشهد عادي في شارع إيراني تجد الحجاب يرتدى بأي طريقة كانت يعني لا تجد أمرأة إيرانية واحدة إلا في مناطق المقدسة المعروفة مثل مشهد قم أكو مناطق في طهران هذه مناطق مقدسة مشهد بها مرقد الإمام الرضا السابق أو الثامن هذا هناك تجد والقرى والأرياف مو كل القرى والأرياف تجد هذا موجود لكن الناس هذا أكبر استفتاء يعني إذا تبحث عن استفتاء عن أي بلد انظر إلى يعني أنت عايز تولد الإيرانيات لم يلتزموا بالحجاب شكل الحجاب اللي كان مفروض من الإسلاميين في إيران لم يلتزموا به حرفيا أبدا أغلبهم لا لا أغلبهم حتى الواقع الحياتي أنه شوف الآن الشعب الإيراني الآن أنا أتخيئ أنا عندي ثقة أن الشعب الإيراني إذا الآن انتهت هذه الحكومة أو السلطة الدينية على إيران أنا متأكد هم أتم رغبة يعني التجهون إلى الألمانية المتطرفة وأيضا رغبة بأن يكونون لا أنا بسأل تاريخيا علشان الناس اللي مش متابعة الشأن الإيراني أنت تقصد أن الإيرانيات لم يلتزوا أغلبهم أو كتير منهم لم يلتزموا بشكل الحجاب الحرفي اللي هو طالع بقانون من البرلمان اللي عملوا الإسلاميين طبعا هو الحجاب ليس لم يلتزم بالحجاب لم يلتزموا بالحجاب لأنه لرمزيته الدينية هم لا يلتزمون بالحجاب لأنهم يرفضون هذا الدين يعتبروه ثقافة عربية يعني لماذا حتى أربط الكلام بموضوع اللي تحدثت عنه عن علمانية الإيرانيين الشعب الإيراني شعب علماني وما زال محافظة على هذه العلماني مثل ما التونسيين نسبة كبيرة منهم ما زالوا علمانيين لأن كانت التجربة الألمانية قوية وعميقة وأيضا في تركيا لكن في إيران التجربة الألمانية عميقة جدا وكان من الصعب على الرجال الدين السيطرة عليهم فبنت يوضح لنا حكاية أنهم يعني كثير من الإيرانيين بيعتبروا الحجاب برمز عربي يعني عربي يعني قاي من صحراء القزيرة يعني ولا عربي ولقلك هو ينظر إلى العرب بأنهم ناس يعني مفهوم يسمونه الاستبداد الشرقي أو نمط الانتاج الآسيوي فهو هذا يعني يعتبر إنسان عربي إنسان مقاد وسهل الإنقياد وسهل بسهولة أن يمتثل إلى أمر الشيخ أو الإمام أو الحاكم أما الإيراني فينظر الأمور بطريقة أخرى دائما عنده شخصيته موجودة وهناك حدود بين وبين الحاكم وبين الدين أو أي منظومة معرفية تهيمن عليه لهذا السبب الشوف الإيراني هو كان الإيرانيين هم أكثر يعني المذهب السني بأكمله إذا لأولا الإيرانيين ما كان هناك إسلام بصراحة ولا ولا شيعة هما كلهم بالأراق الشيعة هما كبار رجال الدين هما هذا هو السبب إنهم مغيروش اللغة ورحوا للمساب الشيعي ها هنا أيضا القضية الأساسية هو صديقك سامح عنها قال إنهم لا يعرفون بالدين إنه لأنهم أصلا ما يتحدثون لغة العربية فما يفهمون شيء بالدين لا هي الحقيقة مهار الحقيقة بأنهم يعني أنهم أصلا محتوظين بلغتهم هما حافظوا على لغتهم أمام يعني عكس المصريين والأراقيين والشام تخلوا عن لغتهم القديمة واستعانوا باللغة العربية لماذا؟ لأنها لغة أهل السلطة أو دولة قريش أو حكام قريش لكن إيرانيين رفضوا هذه المسألة وبدليل حتى ردا على فكرة أو رأي صديقك سامح قال سامح المصري اللي أنا عملت حوالين إيران أنا أنا أقول اللي بيسمع عشرة اللي ما يعرفش حوالين إيران لأنه عاش في إيران ثمان سنين هو كلام جميل جدا لكن التحليلات هو اللي شاف لكن أنا أذهب أعمى بدليل أنه نشوف الباكستانيين والبغانستانيين تسلفنوا طورا كما هو حال العرب في الخليج وفي مصر والدول المغرب تسلفنوا وتحولوا إلى الوهابية وما إلى ذلك لكن الإيرانيين رفضوا منذ البداية رفضوا هذا التسلفن طب سلفنة الشعوب المنطقة هل تم في العراق في عهد صدام وغيره طبعا صدام سوى الحالة الإيمانية هو هاي المشكلة بس العراق أغلبيتها شيعة هل تم سلفنتها برضو آني آني كانت أدي مكتبة في مركز بغدال وهم المتسلفنين لابسين دشاديش القصيرة وأغلبهم من جهاز الأمن مالصدام آني كنت كان عندي مكتبة ضخمة في بغدال وأنا كان يشترون من عندي كتب بنت تيمية وكان عندي فتاوى بنت تيمية كنت أسميها عتاوى بنت تيمية يعني العتاوى يعني الزوج القط أنا بالعراق يعني الشعب العراقي رغم أن أغلبيته شيعة لكن هم تسلفنوا زيهم زي السنة تسلفنوا يعني راحوا للسلفية يعني السلفية هي الأصولية نفس تقريبا تقدر بيعني لكن اللي راح على الجانب السني تسلفن واللي راح على جانب ولاية الفقية وكان الحميني أشفى بالإله بالنسبة له أيوة يعني الشيعة برضو راحوا للحجاب الشيعة لرأيين راحوا للحجاب ولل والتسلف بالمعنى الشيعي طبعا طبعا الكل كان تغلغوا للإيراني والثقافي الإيراني كبير جدا لأنه منطقة فارغة يعني بلد منهار وأجت أمريكا كملت عليه أسقطت هذه الدولة ودمرت الدولة العراقية فصار فراغ استراتيجي استغلتها إيران يعني مثل ما استغلتها تركيا وصار حتى طلع أمريكا قال هذا الهلال الشيعة راح يتطون وصار خط بين إيران والإراق والسوريا وأيضا ملاحظة لازم أضيفها لك تلاحظ أنه شوف الثقافة الشيعية أيضا أكو خطأ الناس ما جاي تدركها جيدا شوف أنه التقوص الشيعية هذه البشعة والتي تنوم عن تخلف شديد في مجتمعاتنا كانت ناجحة جدا كان فرضها ناجح في العراق وفي لبنان أيضا وبعض المناطق الأخرى لكن في إيران عندما تذهب لن تجد هذه المظاهر لن تجد مظاهر التطوير واللطم وهذا المظاهر الشيعية الخشنة لا أشرح لنا المظاهر لأنه ممكن يسمعنا ما يعرفه يعني تطلع مسجرات الناس يضربون أنفسهم بالسيوف وبالسكاكين ويجلدون أظهرهم بالسلاسل ومشاهد يعني بشعة يعني نوعا من البدائية يعتبروها الطقوس هذه المشاهد حزنا على الحسين حزنا على أربعينية الحسين عتم مناسبات تقريبا 16 مناسبة بالسنة يمارسون هذه الأشياء لكن في إيران اللي هي مهيمة على العراق واللي هم اللي المهيمين علىها هم حلفاء إيران أو أتباعها أتباعها الخلص لكن في إيران غير موجودة هذه الظاهرة ماذا البعض في فسر هذه المسألة هنا النقطة اللي أرد أتشفها أو اللي ناس ما تعرفها أنه يقولون أنه النظام الحاكم في إيران لا يرغب بتطبيق هذه الطقوس في إيران بل يحاول أن ينشرها بين العرب ليزدادوا تخلفا بالحقيقة الحقيقة ليست هكذا الحقيقة يجب أن نحترم الإيرانيين والثقافة الإيرانية اللي رفضت هيمنة رجال الدين عليهم كان التصدي لهذه الطقوس كان واضح للإيرانيين أكثر من العرب وهذا ربما يعني حنا لا مسألة علاقة بالشخصية العربية والشخصية الإيرانية ويعني ما رد نسوي تمييز أنصري بين أثنين واضح أن الحجاب اللي كان رمز للهيمنة الإسلاميين وفرض مشروعهم في البلاد النطقة بالعربية وفي الشرق الأوسط يعني بقى رمز دلوقتي للثورة ضدهم يعني في حالة إيران حالة واضحة في كمان تمامل من الحجاب في بلاد كتيرة منها مصر مثلا الفنانات اللي تحجموا بخلعوا الحجاب تاني وعديد من المظاهر تفسيرك لده في البلاد النطقة بالعربية وتفسيرك لده في الحالة الإيرانية ناخد البلاد العربية الآن الناس يعني مشاهداتي وأحاول أن أكون موضوعي بدون تحيز إلى هذه الجهة أو تلك أنا شخصيا أنا غير متدين وأدي انحياز ضد التدين بشيء أو التطبيق أو الخطاع الديني بشكل عام الخطاب الديني وليس الدين ضده لكن مع هذا أحاول أن أكون موضوعي وأكشف الحقاة كما هي أو كما أراها بأكبر قدر ممكن من الحياة دي الشعوب العربية كما قلت من بداية أنه الناس جربت الحجاب جربت الخطاب الإسلامي وجدت أن هذا الخطاب الإسلامي لا يعبر عن مشاكلها لا يقدم لها حلول لمشاكلها مشاكلها تتعلق بالجهل بالفقور بالظلم بالبطالة بالتخلف بسوء التعليمي سوء الخدمات فبالتالي ده المشروع الإسلامي في العبوم في حالة الحجاب الستات ليه في البلاد النطقة بالعربية وفي الشرق يعني يفتدوا يتململوا من الحجاب لماذا لأنه يعني يقولها أنت عورة يعني هل يقبل إنسان أنت تقول لك أنت جسدك عورة لماذا أنا أهين جسدي ما هذا السبب يعني الناس بدأت تتسائل كانت تطيع وتنفذ ولا تناقش لكن الآن الناس بفضل مواقع التواصل بدأت تكتشف الحقيقة تكتشف بأن الموضوع ليس أكثر من الرغبة بالسيطرة على الناس لا علاقة له بالحجاب الحجاب مجرد ذريعة لتجين الناس وتشويه شخصيتهم بل مسحة وتدميرها مشروع لتدمير الإنسان وليس لعبادة الرحمن في الحالة الإيرانية لأنها مختلفة لأن الإسلامين بيحكموا بأنه مربعين خمسين سنة دلوقتي يعني إزاي تحول الحجاب إلى رمز للعورة زي ما أنت قلت ليش العكس هو تحول لأنه واضح يعني هو أنت مسيطر على حياة الناس منحهم من السفر مثلا أنت الآن شنو المشكلة هي أنه مسيطر على مجتمع مكملة المجتمع الإيراني مجتمع مغلق هو مو مغلق هو منفتح لكن الورطة اللي ورط فيها الناس هذا النظام الديني مثل ما ورط الناس في جماعة طالبان جماعة دائش أيضا الإخوان في فترة الناس حست بالورطة لكن هذا الدين رح يسوي لنا مشاكل يسوي لنا حروب ويدخلنا في قضايا نحن في غنى عنها يخلينا نرفض الانسجام مع العالم والتأقلم ما الداعي فالإيرانيين شافوا أنه بلد محاصر فالأربعين سنة ثلاثة أربعين سنة بلد البلد محاصر السبب هو الغرب الكافر وأمريكا الكافرة مش نظام الحكم هالصورة دي تغيرت هالصورة دي تغيرت لا هو أمريكا أمريكا الكافرة لا بأس ما يخالف لكن لكن انت فاشل معناها يعني ما يخالف بتتعدك نظرة قدك رغبة بأن تكون مستقل وتقدم برنامج ومشروع لكي تتواجه التحديات الخارجية الأمريكية دول العلماء دول الجوار لا بأس لكن انت لا لا تورط شعبك في حروب لا نهاية لها لا تورط شعبك في تحاول أن تتأقلم وتكون سياسي وتندمج مع العصر وتنخرط ضمن المشروع العالمي لا يمكن أن تقف بوجه العالم بأكمله هذا مو منطق سليم ولا عندك القدرة على الوقوف بوجه العالم فأنت ليش تورطني عرفت قصده فأنت المنظومتك الدينية معناته فاشلة وها نفس الحجة لازم أكرر هذه المسألة دائما بس الناس ما جاءت تستوعبها أو كررتها أكثر مرة بقناتي حاول أشرحها أنه أنت عندما تقول أن هذا الدين هناك تحديات ومؤامرات ضد هذا الدين أوكي أنت مؤامرات وتتحجج بأن هذا النموذج لم ينجح وفشل بسبب مؤامرات الكثيرة ضده الغرب ضد وهكذا لكن هذا لا يشفع للدين أنت عندك برنامج أنت تضع البرنامج بكي تتجاوز كل كل المعوقات فعندما تفشل ففشل لك فشل في المنظومة في المنهج الذي وضعته وفي الدين الذي وضعته يعني قطاع من الإيرانيين بقى كبير وكمان من المطاقين بالعربية بقى شايف أن الموضوع ليس موضوع معامرة خارجية يعني تراجع الخطاب دوت لا المشكلة في اللي بيحكمه يعني الإيرانيين أغلبه بقى شايفين المشكلة في نظام الحكم مش في الآخر لا لا في المشكلة الجوهرية ليس في نظام الحكم فقط في المنهج الذي يعمل به نظام الحكم وهو منهج ديني وخطاب ديني لا علاقة له بالحاضر ولا بالواقع ولا بتطلعات الناس في بناء مستقبل لأبنائهم ولبلدهم فماذا تفعل أنا محاصر أربعين سنة مقابل ماذا لماذا أدفع هذا الثمن الباهض لدين لا يعترف بالإنسان لا يعترف بيك إنسان لما يعترف بيك عط ويحاول أن يهين امرأتي وأختي وبنتي ويصفها بأنها عورة وأيضا يصفني أنا الرجل بأنني عبد ويجب أن أطيع وأصلي وأخضع وأركع لماذا لماذا كل هذا يعني أين الإنسان في الموضوع هذا الشيء يعني مهين لكل إنسان يشعر بإنسانيته ولابد أن يعني مشكلة دينية مو مشكلة آنية مشكلة دينية يجب أن يعالج الموضوع أنت مو تجي تفرض على الإجابة تحدثنا عن فرائض وأربع أشيسة فرائض صلاة وصوم أوكي وبعدين يعني أوكي سوات بالنهاية شنو هذا الموضوع ما فائدة هذا كله يعني فهم قصنا شنو يعني وأنت أنت الآن قدك مليون مشكلة وتجي تتحدثني عن الحجاب أنا جوعان عريان ما عندي بيت ما عندي شغل جاهل ما عندي الناس كل تتطور أشوف أبامي وتجي تتحدثني عن الصلاة أنت بتتكلم على فشل النظام الإيراني يعني أو حكم الملالي في إيران في وجهة نظر بتقول هذا النظام رغم الحصار الممتد من ساعة ما استقلوا على الحكم وهم صمدين يعني البلد على حسب حكاوي يعني مثلا زي صديقنا سامح المصري لما حكى لا البلد مش الناس مش ميتة من الجوع لا في حد أدنى من الحياة في حد أدنى من الخدمات يعني خلينا أسرح السؤال بس عشان اللي بسمعنا يعرفه يعني يعني رغم كل الضغوط الغربية وغير الغربية ومن الشرق الأوسط يعني على هذا النظام لكن هذا النظام لم يسقط واستمر حتى الآن فده دليل على نجاحه ومش على فشله أوكي أجوبك الشارع الإيراني كما قلت لك هو في جميع مدن إيران اذهب زوره رح تشوف استفتاء يعني قبال عن استفتاء حر وعلني إنه كل هذا الشارع شبه محجب وهاي أكبر رمز على رفض النظام والدين الذي تعكت عليه النظام الأمر أيضا ما يتعلق إنما تنظر إلى الشارع لا يتعلق بالحجاب فقط هنا الذي كثير من اللي شبهتم يتابعون الموضوع الإيراني المؤخرا ما ينتبهون ما يتعلق بالحجاب يتعلق بأزياء الناس ملابسهم بالمأمار بالفنون بالنشاطات الأدبية ماذا يفعل هذا المشاهد الغريب يقول شوف إيران بأهد الملالي والنظام الإيراني شوفوا كيف يشهد نهضة أمرانية وثقافية في بعضها تفوق ما لدى بعض الدول الغربية وهذا صحيح لكن السبب مو الملالي إنما الشعب نفسه لماذا قلت لك أن الشعب هو تاريخ بعنق التاريخ هو شعب ألماني تم تغذيتها ألمانية بقوة شديدة وبقسوة طبعا لا بد ننتقد الألمانية في هذا الجانب لكن التجربة الألمانية في إيران اللي فرضها فرضا حتى وصلوا إلى حدود إصدار قرارات عجيبة المهم هذه الحياة الألمانية هي اللي كان لها أثر وهي التي سمحت لهذا الشعب بأن يجد له متنفسا خارج الإطار الديني الذي يبدو فرض عليه الشعب الإيراني بالتالي هو الذي بنى هذه النهضة الأمرانية هو الذي نشطه الشعب الإيراني أتخيل إيرانية تشتغل عشر سنين تخيط سجادة واحدة من يصنح رجل ديني يقل هتاعد يسوي هذه السجادة مو رجل دين بس كان الشعب الإيراني صدقني الآن المنظومة القمعية اللي بناها رجال الدين في إيران منظومة بالغة البشاعة بش عجب في وكهة نظر تانية بتقولوا إن لو صحيح إنه انظام فكتاتوري وبشع وقمعي ودموي وإزاي صمت كل هذه السنوات والشعب الإيراني ما تمرتش عليه يعني ما تمرتش عليه إلا من عشر سنين مثلا يعني فالدعاء يعني الرأي ده بيقول إنه غير صحيح الصورة المتصدرة إنه هو نظام قمعي ودموي بدليل أن الإيرانيين لم يتمردوا عليه إلا في العشر خمساشر سنة لا والتمرد موجود يعني يعني ما في تمرد علني أكو تمردات والتظاهرات طلعت في 2008 سموها ثورة الخضراء نذكر نسيت اسمها فمشت هذه العملية لكن هو التمرد موجود منذ اللحظة الأولى بأنه صار هناك حاج حجاب النظام وضع الحجاب على شعر النساء كإشارة لهيمنت على المجتمع رجالا ونساء لكن المجتمع ماذا فعل ما كان رد في الإسلاميين وضعوا حجاب أو فاصل أو هو بينهم وبين هذا النظام نفسه فصار حجاب معاكس الحجاب هذا وضعوه فقط لترضية رجال الدين وتطبيقا لمبدأ دستوري ليس لهم حق بهذا لكن هم رفضوا هذا الشيء لماذا؟ لأنه شعب ما زال ما زال يؤمن بالخطاب الألماني أو بالنمط الألماني التلاحظ سأطيك مثال بسيط داعش قد فجرت بالبلدان العربي فجرت في مصر فجرت حتى بدول الخليج فجرت في كل مكان لكن ما فجرت وين؟ في إيران ولا استطاعت تسوي تفجير واحد لماذا؟ يفسرها يقول لك يكون تحالف بين الإيرانيين الرجال الدين وقاوين القائدة لا القضية الشعب الإيراني أصلاً شعب علماني يرفض وجود هذا النمط بينما نجحوا الدواعش في اختراق جميع البلدان العربية وكسب شباب لحركتهم الإرهابية لكن في إيران لم ينجحوا لا مع السنة ولا مع الشيعة ولا مع الأكراد هو الأكراد أيضاً الشيعة ممكن ده يفسر بردو إنه ما فيش أتراك التحق وليلين أو الأتراك اللي التحق بالتنظيمات زي القاعدة وداعش والحاجات دي ولا يلين أو الأتراك فيه لا الأتراك فيه دين إنه لسؤال يعني 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 النظام الإيراني اللي باني شرعية ورمزية حكمه على الحجاب هل من الممكن أن يتخلى عنه تحت ضغط شعبي أو تحت صورة شعبية يعني كاسحة أنا أندي حتى أضع الحال أولا أمامنا يعني إذا الإيران تحاول أن تسوي شيء أو تسقط هذا النظام فرح تدفع ثمن غالي جدا لأن هذا النظام هي مسألة مصير مسألة مصيرية بالنسبة له السلطات الدينية ورجال الدين مو بس في إيران في جميع الدول أجل مسألة مصيرة لأنه إذا سقطت النماذج الإسلامية الآن الأخيرة المتبقية في إيران خاصة سينهار الإسلام السياسي إلى غير رجعة إلى أبد الأبدي لن تقوم له قائمة على الإطلاق وهم يعرفون هذه الحقيقة وبالتالي أنا أذكر قلت لك لماذا لا تفجر داعشي بينما هناك اختراقات إسرائيلية في إيران لماذا؟ لأن المجتمع حتى ذكرتني بهذا المجتمع ضد النظام فإسرائيل تستطيع اختراق إيران وفجروا وقتلوا وصووا حتى حرب سيبرانية معهم الشعب الإيراني أمام محلين أو النظام الإيراني أمام محلين أولا إما أن يستمر في القمع إلى ما لا نهاية وهي أيضا محل لكن يستمر أو هو نفسه ينقلب على نفسه ويلغي الحجاب وعند ذاك راح يكون راح يتحول الشعب تلقائيا ماكن بخسائر أخير النتيجة شرح لنا ينقلب إزاي على النظام على نفسه يعني أنا أقول لك مثلا هو داخل النظام أكو حركات تطلع أكو جهات تقول لك هذا كافي الدين ما جاي في نجا يسوي لنا مشكلة مع العالم كله الخطاب الديني ما يفيدنا فالآن هو على وشك الموت مثلا خامنا يأتي إصلاحي يقرأ الموجود يعني رجل الدين عكس ما نصور براغ ماتي جدا ومستأدي عمل أي شيء ما أدى مشكلة لكن الآن هم فقط يقول لك هاي خدمات وموفرين هم مسكتين الناس لكن لاحظة لا تعرف اللحظة اللي راح ينفجر به هذا الغضب كيف لا تعرف فيجي تجي هاي اللحظة وهو يعني هو أصلا الخميني كيف أجيه عندما شاه شاف أنه أوراق اتهت طلع والحال نفسه يعني يحصل انقلاب قصري يعني انقلاب من داخل النظام نفسه هذا الحل الوحيد هل دوت العلاقة بما يسمى يعني بطيار الإصلاحي في إيران ودايما نسمع للطيار الإصلاحي دوت والطيار الإصلاحي وإنه كسف في الانتخابات هل ده العلاقة بالطيار الإصلاحي لا لا هو ما لا مثل كيف نتحدث هذا مثل القراراوي توفى كان يتحدث عن الوسطية والتيسير بعدها لجي صدر فتوى بقتل البوطي اللي هو واحد من علماء الدين في الشام أيوة بس الطيار الإصلاحي جوه إيران كان بيتعرض لمشاكل وبيسقط خبات خلينا كلمة للسؤال عشان يسمعنا يعرف الطيار الإصلاحي ده جوه إيران كان بيتعرض لمشاكل ويتعرض بسجون ويتعرض لقامع يعني يعني فيه طيار فعلا موجود مختلف عن مختلف عن النظام إيش صحيح ما مختلف لا هو ضمن النظام ضمن النظام هم إيه فروق بينه وبين النظام إيه الفرق بينه وبين النظام الفرق بسيط إنه يقلك إنه بدل ما أحنا نتطرف مع المجتمع ونحاول أن نطبق الشريعة وبدقة وبحرص شديد يجب أن نهادنهم يعني هذا إيجا الرئيس رئيسي حاول أن يطلع يعني مينيشيات الحجاب والحسبة جماعة الحسبة بالعرب الفصيح لكن القبل كان يقولك لا يجب أن نرخي الحبل هاي المسألة كلها لا أكثر لا يعني أنت شايف إن الإسلاميين سواء بقى في جوة إيران أو بره إيران صعب جدا جدا يتخلوا عن فكرة الحجاب دوت اللي هو أصبح رمز ورمز هم اللي صنعوه يعني صنعوه يعني هو المشكلة سواء رمز لهم وصنعوه وتورطوا فيه لا هو يقدر يتراجع عنه وطبعا هو الكل هاي معروف الحجاب هو عبارة عن كذبة حتى حجاب على الرأس هاي كذبة كبيرة وانا يعني أنا أشوف الناس يعني كيف أخلاقين واحد يكذب على الناس بهذا الطريقة العلانية الحجاب ما لا علاقة بالرأس حتى دينيا بالنص القرآني لكن هذا نص يعني رجل الدين أنا استغرب وكيف يعني هذا يعني يعني أكو سقف أخلاقي يجب أن ما يتجاوز أي إنسان مو رجل الدين فقط السقف الأخلاقي أن تقول الحقيقة الحجاب ما يستجع حجاب على الرأس يعني هاي مسألة لا تقبل النقاش لكن الناس ويطلع لك واحد يتحجج وربما يكفرك لأنه تتحدث بهذه الطريقة تتخيل نحن لو حبنا ننخص الحلقة دي أصد منصور يعني فيه نقط دي اللي بيتفرق علينا نقول نقول إنه الدين الدين والدولة دولة ولا يلتقي هاي الخلاص إنه هذا الدين لا ينفع ولا يقدم حلول لمشاكل الناس ممكن يقدم حل فردي لإنسان لكن الدين دين والدولة دولة عكس فكرة إنه فصل دين عن دولة فهنا هاي وشهة نظري إنه لا وجود لشيء اسم دين ودولة إما دين أو دولة إذا وجدت الدولة فصير تحت شعار الدين كما يحدث الآن في المرشد الإخواني أو مرشد الخامن الشيء الثاني إنه فكرة الامتثال والإذعان إنه هذا الامتثال والإذعان اللي يقيم المجتمعات هاي فكرة ما عادة ناجحة كان الدين الإسلامي أو أي دين يقول إن الإنسان عبد وواجب الوحيد أن يقدم الولاء والطاعة والولاء والبراء وهذه القصص كلها هذا النموذج بعد ما يفيد المجتمعات العالم المجتمع البشري أو الإنسان تطور إلى مرحلة كبيرة جدا هؤلاء بالنتيجة هم مجرد بقايا أثرية لثقافة قديمة بغض النظر عن المقدسات أنا ما احترام المقدسات وكل شيء لكن الموضوع أن هذا أنت النموذج قديم لم يأت قابل للحياة جربنا القوميين جربنا الإسلاميين جربنا الليبراليين جربنا الضباط جربنا اليساريين لكن كل هذا والإسلاميين بالأخير بأشكالهم كافة طبعا السلفي والإصلاعي والإخواني والشيعي كلهم جربناهم حتى الصوفي فبعد ما بقى حل إلا أن نواجه مشاكلنا كما هي مشكلتنا نحن نبطل نختار الحلول السهلة ما في حل سهل لابد أن نقص على أنفسنا ونبدأ وندخل إلى المختبر ونشرح ذاتنا ونشرح تاريخنا بالتفصيل ونضع المشارط ويعني جسد مصاب بألف سرطان يجب أن نعترف بالحقيقة الحلول السهلة بأن والله ها حل الإسلام إسلام هو الحل مو هذا لأبهو هذا ضحك على الناس هذا غش فبالتالي سقوط هالي الأنظمة سقوط حتمي والمشكلة هتمن تسقط النظام يرجع لورا يعني هاي الدولة الهشة اللي تكونت عندما تسقط ترجع وين تنحل إلى مكونات المتخلفة البداية إما العشيرة أو الدين أو ما العدالي فالخلاصة الناس لابد يجب أن تقتنع بأن الدين دين والدولة دولة ولا يلتقيها وإن هذه الأنظمة يعني مهما حكمت يعني الأنظمة الدينية الفاشية دي مهما حكمت حتما هاي قيوم وتنتهي يعني شكرا جزيلا وبس تختم هذا المتنتهي لأن الناس يجب أن تدرك هاي المسألة لأن هاي سلطتها من الناس تمنح هاي السلطة للسلطة والسلطة مين هي السلطة يعني الشخص هو هل شعاع يجي سيطر على الناس لا الناس لمنحهم سلطة ولهم حق الناس أنفسهم صعب هاي السلطة وعدم الاعتراف بأي شخص يدعي تنفيه صحي شكرا جزيلا صديقي الكبير شرفتني ونوافتني شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا